بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع والنهاردة هيكون عندنا عدة ملفات بنحاول نشوف الجديد اللي طرق في الساحة خلال الساعات الأخيرة في كلام كتير جدا شايفينه في المواقع وفي السوشيال ميديا وردود أفعال على تفاصيل كتيرة وقضايا مختلفة الناس ممكن تكون بتتكلم على بداية موسم جديد فالناس بتحضر للي جاي ولكن احنا في ختم موسم فالمشاكل بتزيد والمشاكل بتكتر والقضايا والقرارات والمواقف في حاجات كتيرة مختلفة وفي حاجات كتير متنقضة بتحصل في الساعات الأخيرة النهاردة عندنا تفاصيل جديدة معلومات جديدة هنأكد على نفس التفاصيل اللي هنهى قبل كده وهنشرح ليه؟ الناس بتحاول تعاند والناس بتحاول تقول عكس اللوايح والقوانين وهنشوف اللي بيحصل في الاستعداد للمسم الإفريقي رقم واحد الاستعداد لإرسال أسماء الأندية للمشاركة الإفريقية ملف رقص الأندية معاد قرعة الأدوار التمهيدية تعينات الحكام في الساعات الأخيرة موقف بريرة الرسمي هل بريرة في مصر ولا سافر؟ وكمان هنتكلم على مباراة الأهل والدخلية اللي هتقام غدا بإذن الله ضمن عدة مباراة النادي الأهل بيأخذها خلال الفترة الحالية والأهل ما بيركس إلا في الملعب وإن كان ناس كتيرة بتحاول تاخد الأهل في إطار تاني برى الملعب عموما حلقة فيها كأوليس كتيرة وتفاصيل مهمة ولكن نبدأ حلقتنا عشان وقت البرنامج بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهل والدخلية في الدوري غدا ومن في رأيك ممكن يسجل الأهداف تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال توقعاتكم ورؤيتكم ليه مين هيكون صعيد الحظ في تسجيل أهداف هذا اللقاء من خلال صفحات قناة الأهل عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة وبإذن الله يكون فيه ربعية أو ثلاثية للآله خلال هذا المسيم شوار طويل جدا مباريات هامة جدا وصعبة جدا ولكن بإذن الله النادي الأهل قادر على المنافسة داخل الملعب والتصدي لأي مؤثرات خارجية خارج الملعب نبدأ دلوقتي بأهم العنوان البداية في ترند الأهلي الفريق يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية في الدوري وفي الترند المحلي مفاجآت في اختيارات ميكالي للمنتخب الأوليمبي وأخيرا الدوري الإفريقي يعلن انطلاق النسخة الثانية النهاردة كانت فيه تفاصيل نشرت من خلال حساب الدوري الإفريقي على منصة إكس أكيد ده ملف تاني هنتكلم فيه النهاردة في سياقة فقرات برنامج الترند لكن نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة جولة جديدة من مباريات الجولة التسعة وعشري منذ قليل انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مودرن سبورت مع بلدية المحلة سفر سفر مباراة بتقام على أستاذ القاهرة الدولي وشايفين طبعا تغيير اسم فيتشر إلى اسم مودرن سبورت الساعة سبعة فارقوا مع الزمالك وفي نفس التوقيت سيراميكا كيليوباترا مع الإسماعيل دي مباريات اليوم في الدوري المصري مشاهدة ممتعة أكيد النهاردة ما فيش مباريات اليورو ولا كوبا أمريكا كانت في مشاهدة ممتعة أكيد في الساعات الأخيرة لقاء البرازيل وكلومبيا لقاءات دور الستاشر والختام ودخلين على مباراة الكوارتر فاينال في اليورو يقام في ألمانيا خلال هذه الفترة مزيدا من التفاصيل والكواليس والمفاجآت ولكن بعد الفصل ملاحظ كتير جدا في الساعات الأخيرة ناس كتيرة بتحاول تاخد المنافسة في الدوري العام لإطار تاني برا الملعب يعني المنافسة في الدوري إحنا شايفينها مشى الغاية دلوقتي جوه الملعب ولكن يبدو أن محدش كان يتوقع أن الأهل بعد ما يخلص المشواري الإفريقي يرجع يكسب له أربع خمس مباريات يبقى فيه فرق نقاط قليل ما بين الأهل والبيراميدز وفي نفس الوقت كمان عدد المباراة المؤجلة بيقل فالأهل لما يكسبها يعدي بيرامدز ده غير كمان أن بعد مباراة الداخلية اللي جاية وطلق الجيش أكيد الأهل قيبع عنده مباراة مع بيرامدز يوم 12 و22 فحتى مباراة الأهل والبيرامدز على فكرة الناس بس فاكرة أن الأهل لازم يكسب بيرامدز في المباراتين طبقا لترتيب النقاط وعرض المباراة المؤجلة اللي محتاج يكسب هو بيرامدز مش الأهل يعني تعادوا للأهل مع بيرامدز على فكرة يضر بيرامدز ما يضرش الأهل لأن المباراة المؤجلة لما الأهل يكسبها بإذن الله هيعدي بيرامدز فده هيبقى أمر صعب على بيرامدز والناس كلها شايفة أن الدوري والانتصارات المتتالية الأهل الحمد للفترة الأخيرة عمل عشر انتصارات متتالية فالبعض كلمة مش متوقع أن ده يحصل ما كانش متخيل أن ده ممكن يحصل قالك نعمل أزمات نعمل مشاكل نحاول ندخل الأهل طرف والأهل أساساً بره التفاصيل دي كلها تركزنا كله في الملعب وإحنا هنا من دي وان بنحاول نشتغل على كل الكواليس داخل الملعب كل التفاصيل جوه الملعب التسعين دي أو بس حتى لو عندنا مشاكل داخلية تبقى جوه إطار الملعب ما تطلعش بره إطار الملعب لأن المنافسة السنة دي واضح كده إن هي مش منافسة داخل الملعب بس ده منافسة داخل الملعب ومنافسة خارج الملعب ومنافسة بالوكالة ومنافسة عبر وسال الإعلام ومنافسة كما تتخيل وكما ترى في الساعات الأخيرة ولكن الموضوع وصل كمان أنك لما حبيت دخل الأهل طرف في كذا ملف معرفتش فدلوقتي القضية اللي طلعة قصة المنتخب الأولمبي والغريب بالنسبالي اللي بيتكلموا على موضوع المنتخب الأولمبي رغم أنه هم مسؤولين في اتحاد الكورة لكن كمان بيتبوأوا مناصب إعلامية ومزعين ومخدم برامج سواء في تلفزيون أو في إزاعة وبيتكلموا على مسألة انضمام اللاعبين للمنتخب الأولمبي والكلام ده كله والواجب الوطني هو يعني أكتر نادي في مصر بيقدي الدور الوطني هو النادي الأهلي بيلعب لعب دوري قبل كده بدون لعب المنتخب الأولمبي وسافر لعيبة من الأهلي لعبت في دورة توكيو على رأسهم محمد الشناوي لعب كاس عالم أندية في الإمارات العربية المتحدة بدون القوام الأساسي نتيجة مشاركة اللاعبة مع المنتخب الوطني في كاس الأوم الإفريقية لو عايز تقول أمثلة وتاريخ وجغرافيا وكل حاجة هتلاقي النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي بيتطبع عليه فكرة أنك فعلا لعبتك هما القوام الأساسي المنتخب مصر وأنك بتلعب عشان لعبتك تمثل منتخب مصر ولكن البعض بيحاول لما بيتمستك بفكرة الوطنية بيحاول يزايد فيها وهو هو نفس الشخص لما بتسأله قبل كده على مواقف شبيهة لدي هتلاقي تصرفاته وقراراته ما كانتش كده يعني هتديكم مثال عشان يبقى الأمور واضح لحضراتكم النهاردة مثلا كنت بسمع الكابتن حازم إمام في الإزاعة بيتكلم على فكرة أن الأزمة اللي بيواجهها المنتخب الأولمبي والأزمة دي احنا أكيد زعلانين لأن اتحاد الكورة فضل سايب الموضوع لغاية اللحظة الأخيرة اتحاد الكورة مش مشغول بالأساسيات اللي عنده ولكن أعضاؤه مشغولين هم يطرحوا الأضايا في الإعلام رغم أن القرار في إيديهم على ترابيزة الاجتماعات لكن هم مش فضيين لطرابيزة الاجتماعات هم فضيين بس يطلعوا في الإعلام ينظروا ويتكلموا كابتن حازم بتكلم على فكرة أن المشاكل اللي حصلت الفترة الأخيرة حركت المياه الراقضة حركت المياه الراقضة وخلت الربطة والاتحاد يركز اللي انت بتقوله ده أصلا يدين أعضاء الاتحاد وانت على رأسهم ليه؟ لأن انت أساسا على كرسي المسئولية لما تقول البيانات اللي بتطلع دي حركت المياه الراقضة يبقى أنت أساسا قاعد ما بتشتغلش أنا برضو عايزة أفهم التضارب ده معناه إيه؟ يعني أنت بتشيد بالبيانات وبالمواقف أوكي ماشي كويس شايفين فيه مشاكل في المنظومة كويس ولكن لما تقول تحرك المياه الراقضة طب وانت قاد على كرسي المسئولية كنت فين وانت محرقتش المياه الراقضة وانت على كرسي المسئولية ده واحد اتنين ودي الكلام اللي تقالي النهاردة هذا المسلم كانت تسيير بشكل جيد تم في آخر فترة الأمور مش عارف تغيرت شهدت اعتراض مش عارف إيه على المنظومة اعتذر عن خود القمة هذا الأمر حرق المياه الراقضة طب وانت قدت على يعني قدت موجود في كرسي على كرسي المسئولية ما خدتش قرارات ليه وشفت المشاكل دي من بداية لكن انا عايزة روح لموضوع المنتخب الأولمبي يا جماعة ليه؟ لأنه هو الكابتن حازم بتكلم عن المنتخب الأولمبي واني لازم الناس تقف مع المنتخب الأولمبي هو هو نفس الشخص هو في اتحاده الكورة طلع لعبة المنتخب من معسكر المنتخب لعبة الزمالك خرجت من معسكر المنتخب عشان تلعب مع الزمالك دور تمهيدي دور تمهيدي ده انت ممكن تلعب بالصف التاني والتالت طلع لعبة الزمالك من المنتخب في المعسكر وفاكرينه وقتها روي فيتوري قال ده في المؤتمر الصعفي قالك أنا أول مرة شوف في معسكر منتخب مصر أو في معسكر منتخب تخرج اللعيب عشان تلعب مطش في دور تميدي لبطولة قرية قال لك الكلام ده بيحصلش ولكن كابتن حازم خرج اللعيبة وهو اداها نادي الزمالك ولابد الدور التميدي فين بقى سعيتها بقى مصلحة المنتخب كدت فين وبعدين حاجة تانية هي مش الناس بتتكلم على مين أحسن فرقة في مصر وده عنده أحسن لعيبة وده عنده أحسن لعيبة طب ما احنا دلوقتي احنا داخلنا على معترق مهم دورة العابة الأنبية في باريس لما تقالي ان أبرز لعيبة لعيب النادي الأهلي مش تعترف انتوا بقى وتقولوا فعلا هو النادي الأهلي أحسن فرقة في مصر وأحسن لعيبة في مصر ولا بتستخدموها في وقت معين ولما بيبقى على عرض الواقع في اختيارات دايماً بتبقى من النادي الأهلي بتستخدموها في وقت آخر برضو عايزين نفهم يعني أنا شايف ملفات كتيرة الناس بتحاول تاخد الأهلي فيها وتطلع الأهلي من تركيزه داخل الملعب عشان ينشغل بكل هذه التفاصيل مرة ماتش مش عارف ايه متلعبش مرة نادي عامل بيان من ست ورقات مرة الإعلام بيدافع عن هذا النادي رغم من النادي ده أصلاً المفروض يدعب له مباراتين مش مباراة واحدة والمبارات تانية نجاية هتكلم عليها النهاردة لأن اتحاد الكرة بيعمل حاجات بصراحة أنا مش قادر أستوعب ومعايزين إيه هما كمان ففيه حاجات كتيرة بتحصل بتحصل المشكلة مش من سوشيال ميديا وبيجات وصفحات وشوية لجان لا ده الموضوع وصل لمرحلة إن بقى فيه منظومة إعلامية بتقود هذا الأمر وبقت فيه برامج وبقى فيه حتى مسؤولين بيتحركوا في هذا الإطار بيتحركوا في هذا الإطار أمر أنا مش قادر أتقبله والناس من مبارح مندهشة هو أنتو يا جماعة بتعملوا إيه؟ هو أنتو بتقولوا إيه؟ ما احنا قلنا قبل كده بعد الإخفاق اللي حصل في كاس الأمم في القدفوار يا جماعة اللي يقض على كرسي المسؤولية ما يشتغلش إعلام هنرجع تاني لنفس الأزمة بتضارب مصالح كلام بتق transcend في الإعلام وانت على الكرسي مش قادرة تاخد القرار خلاص سيب الكرسي لحد يقدر يشتغل ويفيد الكرة في مصر واطلع في الإعلام قول اللي انت عايزه قول اللي انت عايزه لكن بتقول في الإعلام حاجة وبتقض على الكرسي بتعمل حاجة تانية بتتكلم على الوطنية وانت لأمت وقتها وانت مشرف على المنتخب عمالت خدت قرار عكس اللي بيتقال دلوقتي عكس اللي بيتقال دلوقتي احنا داخلين لعام منافسة صعبة جدا وقبرز اللعبة المطلوبة للمنتخب الأولمبي من الأهلي وبيراميدز وكانت فيه قائمة مبدئية كان الاتحاد فين هو بيهندل التفاصيل دي والجهاز الفني كان عنده ردود من بدري وبعد ما انت عندك لعبة محترفين كتير ليه ما قدرتش تقنع حد منهم ليه ما قدرتش تتفاوض مع عندية على فكرة يا جماعة اللي بتكلم على فكرة أصل البطولة مش في الأجندة الدولية واللعبين المحترفين ما ينفعش ينضموا للأولمبيات بسبب الأجندة الدولية ميسي قبل كده ساب برشلونة ولعب دورة ألعاب أولمبية مع منتخب الأرجنطين ميسي انا بتكلم على أحسن العيب في العالم ساب برشلونة واقنع برشلونة باللعب مع منتخب الأرجنطين في دورة ألعاب الأولمبية فين بقى ليه ما فيش حد من المحترفين بقدر يقنع النادي بتاعه ولا انتوا سايبين القصة كلها ان القال يتاخد منه اتنين تلات لعيبة ما انا داخل فيه من نفسه وعندي مباراة مع بيرامدز وبرامدز عنده لعيبة أصلا تحت السن هل هيسيبهم قبل يوم اتنشر ولا مش هيسيبهم اي دي حتى ما حدش تكلم عليه قبل يوم اتنشر سبعة اللعيبة دي اللي المفروض ميكالي يسافر بيهم إلى باريس بيرامدز هيسيب اللعيبة اللي تحت السن اللي هم أصلا قوام هذا المنتخب ولا هيلعبه وبعد كده يسافره برضو ده أمر محتاجين نسأله هل حد فقطحه القصة دي وسأل فيها بحد السأل ولكن بتتاخد كده عدة ملفات عشان تطلعك برا تركيز الملعب ماتش الداخلية ماتش مهم ان شاء الله هنكسبه ماتش الجيش بعديه ماتش مهم ان شاء الله هنكسبه والقالي داخل مواجهة بيرامدز حتى مع مدرن سبورت اللي هتكون ما بين المباراتين وان شاء الله هيكسبهم والقالي ماشي في القطار الدوري بشكل سريع جدا وبإذن الله التوفيق للأهلي في المرحلة اللي جاي انتقل من الملف ده لملف تاني مهم جدا وبرضو ليه علاقة بالتصرحات الغريبة اللي بتطلع من اتحاد الكورة ما هو فعلا من آمل العقاب أساء الأدب ليه؟ ما هو واحد شايف يدلع وما بيدلعش لازم يدلع ليه لازم يدلع فيه ماتشاط والله أنا قلت الكلام ده قبل شكوى المقولين والكلام ثبت صحته فيه مباريات في الدوري فيها مشاكل ماتش بيرمز وسموحة اللي هو عكس اللايحة اتلعب وسموحة ارتضى والربط ارتضت وبرامد زعم البيان والماتش اتلعب من ديها 49 وخلاص وقال لك لايحة الفيفا بس خد بالك وراح للايحة الفيفا وقت ما كان عايز يرجع للايحة الفيفا دلوقت ماتش بيرمز ولمقولين لايحة الفيفا بتقول بس عامل نفسه مش شايف النهاردة حصلت حاجة غريبة هي غريبة في الاسلوب الادارة المحترف لكن مش غريبة على اتحاد الكورة والناس اللي بيتدير دلوقتي ليه تم تعيين الكابتن محمد الحنفي لمباراة سيراميكا والاسمالي اللي هتتلعب النهاردة الساعة سابع وفيه ازمة حصلت في ماتش بيرمز ولمقولين بسبب تعيين محمد الحنفي والتحاد الكورة اعلن على صفحته زي ما انتوا شايفين النهاردة المباراة دي هتتلعب الساعة سابع فيه مشكلة في تعيينة الحنفي للمباراة التانية اه فيه مشكلة وانا بأكد تاني فيه مشكلة وهفضل مكمل في القضية دي لغاية نهاية الموسم لان فيه مشكلة والتحاد الكورة عارف ان فيه مشكلة وازدكم من الشعر بيت اللي عين حكام هذا اللقاء محمد فاروق ليه لان بريرة سافر كابتن بريرة سافر تخيالوا الدوري بتلعب وداخلين في المنفسة دي وبريرة سافر مباراة الساعة 11 بالليل اجازة لمدة 15 يوم ايه رأيكم هيطلع الاتحاد ينفي بقى ولا مش هينفي بريرة مش موجود في مصر وبريرة سافر في عز المنافسة على الدوري بريرة سافر عشان تعرفوا دلوقتي ان ملف تعيين محمد الحنفي هي مش مشكلة بريرة بس ده بريرة والتحاد الكورة عشان كده التحاد الكورة بيدافع عن قرار تعيين محمد الحنفي لانه عارف ان فيه غلط وكل التصرحات اللي قالها ايهاب الكومي عدوا مجلس الادارة التصرحات كلها غلط في غلط واتحدى على الهوى لو طلع نص الليحة اللي بتثبت ومستند يثبت ان محمد الحنفي اكتاز اختبار اليقى البدنية انا بتحدى على الهوى وبتحدى التحاد الكورة يثبت بالدليل القاطع ان محمد الحنفي اكتاز اختبار اليقى البدنية انا مكمل معاكم ومستنى رد على هذا الملف لانه كل يوم بقولوكم الكلام ده وبتاخدوا قرار ردا على اللي بقولو برحك كلمت في الملف عينته ماشي وانا نهاردة بقولوكم تعينته غلط وده ماتش تاني في مشكلة وتعينية الحنفي في هذه المباراة يبطل نتيجة هذا اللقاء لان انتم معندكمش ما يثبت ان الحنفي اكتاز اختبار اليقى البدنية اللي هو المعروف على مستوى العالم فيفا فتنس تيست لو كان مسمى بالورنر او كان كوبر واتحداكم لو سألتم معد اليقى البدنية الكابتن محمد ابو خاطر ابو خاطر وقال لكم هو فعلا اكتاز اختبار اليقى البدنية لان انا واصق ان الحنفي لم يكتاز اختبار اليقى البدنية وواصق ان المعد البدني ما عندوش نتايج اختبار محمد الحنفي انه نجح شوف انا بقولوكم بقى ايه بديكم تفاصيل ومعلومات وبقولوكم على مستندات اتحدى للتحاد لو يقدر يطلع عكس اللي انا بقوله عشان حكم ينزل يصفر لازم يكتاز اختبار اليقى البدنية او الفيفا فتنس تيست ما عملش الاختبار ده والقياسات اللي انتو قلتو اتعملت دي قياسات مش معتمدة دي قياسات مش معتمدة والقياسات دي لا فيها نجاح ولا رسوب وبتحدى تاني ايهاب الكومي بقولو على الهوى محمد الصباحي ما رفضش الاختبار محمد الصباحي كان في معسكر السويس وهو حكم فار قالوك انزل التدريبات ليه ده تدريبات انزل التدريبات ليه انا حكم فار هو انتو بتعتبروا ان محمد الحنفي في تدريبات معسكر السويس وكده اكتازي اختبار اليقى البدنية زي ما بقول لحضراتكم أكيد كلها ملفات شائكة وكلام كتير شايفينه في الساحة الرياضية تصرحات من هنا ومن هناك في ملفات مختلفة خلصت ملف المنتخب الأولمبي اتكلمت على تصرحات أعضاء اتحاد الكرة موضوع التحكيم على فكرة سفر بريرة محدش يعتقد أنه أجازة بريرة خلاص يعني القصة بينه من اتحاد الكرة وبارة عن مسألة وقت دخول أعضاء وخروج أعضاء عدم الإعلان عن من خرج ومن دخل بشكل رسمي تجميد بعض القرارات سفر بريرة وأن الأمر دلوقتي ما بين محمد فاروق ومجدي رزق وحمد القاضي دكتور عزب حجاج مسؤول عن إدارة اللجنة ملفات كلها مش واضحة تعيينة الحنف النهاردة بأكد وبتحدى التحاد الكرة على الهواء طلع ما يثبت أن الحنفي أجرى اختبار الي يقل بدنية وأنا سبق وقلت قبل كده المشكلة مش مشكلة بريرة الوحدة التحاد الكرة مع بريرة في هذا الملف لذلك التحاد الكرة عايز يدافع عن القرار لكن أنا بأكد لحضراتكم أنه لو كان تعيين الحنفي بقرار من بريرة رغم أن بريرة أصلا كان واخد قرار في موضوع محمد الحنفي ولكن لو قرار بريرة الوحد كنت أقول لحضراتكم أن التحاد الكرة أقال بريرة ويتنصل من مسؤولية هذا القرار في تعيين محمد الحنفي ولكن سيستمر الحنفي وسيكون هناك أزمة في العديد من المباريات نتيجة قرار اتخذوا رئيس الاتحاد بنفسه ويدافع عنه حاليا دكتور إهاب الكومي عبر كل وسيلة إعلامية بيخرج من خلالها بيتحدث بكل معلومات مغلوطة وبدون أي سند وبدون أي مستندات لأن الدوري السنادي بهذا الأمر هيكون فيه مشاكل قانونية عديدة لو لم يتخذ قرار من بدري لحل هذا الأمر وأنا بأكد لكم معد الياقة البدنية هو حلقة الوصل في هذا الملف وهو الحل السحري لقرار يتعلق بتعيين محمد الحنفي لأنه هو صاحب القرار في اختبار لياقة بدنية لأي حكم ليس لأي رئيس لجنة سلطة في إجراء اختبار أي لياقة بدنية لأي حكم هذا الاختبار من سلطات مؤد الياقة البدنية والنهاردة حسب معلوماتي أن اتحاد الكرة بيفهم من مؤد الياقة البدنية القصة ظروفها إيه لأن الاتحاد عنده مشكلة كبيرة وقبل المباراة بساعتين بأكد تاني تعيين الحنفي لمطش الإسماعيل وسراميكا تعيين غير قانوني يدلوا بقى مطشاط وبوازوا مطشاط الدوري وانتوا أحرار في النهاية لأن أنا عارف الأمور لا تدار تبقى للواياح للأسف بتدار بالأهواء عموماً الأهلي بيستعد لمواجهة الداخلية ويمكن ما فيش ما بين مباراة الجيش والداخلية كان 48 ساعة حتى الفريق ما خدش يوم راحة للتقاط الأنفاس اتمرن يوم الثلاث النهاردة التدريبة الأخيرة هيخش معسكر يلعب بكرة مواجهة الداخلية كل التفاصيل نعرفها دلوقتي من خلال زمننا فاروق صلاح المتواجد حالياً في مقر نادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه كل الأخبار وكل الجديد قبل انطلاق المران بعد قليل مساء الفل يا فاروق برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان بأكد بالفعل على كلامك يا محمد 48 ساعة فقط هي ما يعني تقدر تقول مرحلة استعداد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الجولة التساعة والعشرين لدور رابطة الأندية المحترفة يعني مباراة مهمة جداً مباراة صعبة كل المباراة الأهلي بيلعبها أو بيخدها في هذه الفترة هي كلها مباراة كؤوس مطالب بالثلاث نقاط بيبقى مهم جداً أو ممتع بالنسبة للجمهير لما تحقق الانتصار بالنتيجة كبيرة ويكون معها أداء كبير زي اللي شفناه في مباراة للجيش نتمنى استمرار الأداء استمرار النتيجة غداً بإذن الله في مواجهة فريق الداخلية طيب عايزة أتطمم منك بقى لأبرس اللاعبين اللي ممكن يعني يكونوا موجودين في المعسكر النهاردة هل وجوه جديدة تنضم؟ أنا سألتك قبل مباراة الجيش قلت لي عمر كمال بدأ التدريبات ولكن كولر يبدو أنه بيفضل يدي له مساحة أكتر للجاهزية هل في إمكانية للحاق بير ستاو هل في تفاصيل عندك جديدة ممكن نشوفها في مطش بكرة بص يا محمد يعني خليني في هذا الأمر أو هذا النطاق يعني حدد لك بعض الأمور الخاصة بمستر مارسل كولر وأيضاً لعبت النادي الآلي يعني في بعض اللاعبين مستر مارسل كولر ما بيستعجلش في الدفع بأي أحد من اللاعبين العائد من الأصابة زي ما يعني متفقين أن أي لعب يا محمد يكون خد تلت تدريبات جماعية يعني عمر كمال بالأمس شارك في التدريب الجماعي بصورة كاملة النهاردة أيضاً يعني أنت عارف أن التدريب الفريق يكون في تمام الساعة السادسة مستر مارسل كولر هيشوف النهاردة بالنسبة لعمر كمال لكن يعني خليني أقولك أن مستر كولر مش مستعجل في الدفع بيه عمر كمال عندك مرحلة مهمة جداً لسه عندك مواجهة أمام الجيش ولسه عندك مواجهة أمام بيرامتس الأمر المهم جداً كمان يا محمد أن في بعض اللاعبين لما جيت احتجتها في الوقت يعني ضغط المباريات لقيتها بمشاء ظهر بشكل مميز جداً زي خالد عبد الفتاح في مركز الزهير الأيمان للنادي الآلي كريم فؤاد اللي بيقود الجبل يسر بتقلق واحد من العبن اللي عندهم سباتة في المستوى في الفترة الأخيرة طبعاً مع غياب علي معلول أيضاً طهر محمد طهر اللي بيظهر بشكل مميز عمر السلية وعودته ليه التشكيل الأساسي من البداية واحد من العناصر المهمة جداً لفريق النادي الآلي الأمور دي يا محمد والأوراق دي حالة الجايزية والروتيشن اللي بيعملو مستر مارسل كولر ليه الفريق واللعبين بيخلي أي لاعب في أي وقت هتحطه في الملعب هيكون ضمن الحداشر هيظهر بالشكل اللي ليه طبعاً بالناعب وبالنادي الآلي عمر كمال للنهاردة طبعاً هيخد زي ما قلت لك يا محمد تدريبي الجماعي يعني تقدر تقول عملية حسم انضمام القائمة مباراة الداخلية يعني الأمر ده هيتحسم بعد تدريب اليوم لكن زي ما بأكد لك مستر كولر مش هيدفع بعمر كمال في أي مباراة أو يكون متواجد في القائمة إلا لما يكون جاهز من الناحية الفنية بنسبة كبيرة جداً هو من الناحية الطبية الأمر خلاص أصبح بيخضع لي المشاركة أو الأمر الفني لمستر مارسل كولر عايزة أحسم لك أمر تاني بخصوص بيرستاوي يعني بيرستاوي تقدر تقول في مرحلة التأهيل الأخيرة مش هيكون متواجد طبعاً في المباراة مباراة الداخلية وأيضاً مباراة الجيش بعد الداخلية تقدر تقول بيرستاوي يكون جاهز معاك إن شاء الله لمباراة بيرامدز المواجهة اللي هتكون صعبة طبعاً مفيش مباراة سهلة كل المباراة صعبة جداً من الأمور المهمة جداً يا محمد اللي أنا في الوقت اللي أنا بكلمك فيه مستر كولر بيعقد طبعاً محاضرة فنية مع اللعبين انت عارف إن المسافة ما بين المباراة الداخلية جداً والمباراة اللي خاضها الفريق أمام الداخلية يعني تقدر تقول مسافة قصيرة جداً يعني الأمور الفنية التحليل الفني تحليل الأداء أعتقد تقدر تقول الكتاب مفتوح بالنسبة للناديل آليو لكن مستر كولر تفرج على المباراة الأخيرة اللي جمعتنا بين الفريقين في بعض الأخطاء أو السلبيات اللي وقع فيها اللعبين طالب مستر مارسل كولر اللعبين بالتركيز ومعالجة هذه الأخطاء نقطة مهمة جداً برضو يا محمد أنا بستغل وجودك وجودي معاك عشان أكد على هذا الأمر لأنه من مستر مارسل كولر وبيأكد دايماً عليه ويعني من مباراة للجيش الأخيرة في كلمات يعني مهمة جداً سواء قالها للعبين أو بيواجه رسالة للجمهور يعني مستر مارسل كولر فيه لعيبة بكتير جداً اللي السوشيال ميديا ماشت لعيبة وجابت لعيبة قالت إن في لعبة ماشية وفي لعبة جاية أعتقد الكلام ده غير صحيح بالمرة مستر مارسل كولر أي لعب موجود معاك دلوقتي أنا محتاجه ما فيش الكلام ده خالص كل الأخبار والأقويل اللي بتقال عن رحيل اللاعب وعن عقوبات اللعب الأمور دي خاصة فقط بالنادي الآلي لم يتم الإعلان عنه لو فيه أي إجراء مع أي لعب بيتم الإعلان عنه طبعاً من خلال إدارة إعلام للنادي الآلي ومن خلال للنادي الآلي فيش أي كلام خالص عن رحيل لعبين استقدام لعبين الفريق أي لعب دلوقتي أنا محتاجه ويكون موجود معايا ويكون موجود طاهر موجود خالد عبد الفتاح اللي كان لعيبة أو كان بعض الأكبار بتقول أن مش في فكري مستر مارسل كولر أيضاً أطمنك أن كريستو واحد من اللعيبة اللي في الفترة الأخيرة فترة اللي جاية هيكون موجود مع مستر مارسل كولر أعتقد عناصر مهمة جداً وفريق النادي الآلي بالقوامة بتاعه بكل العناصر الموجودة كلهم جاهزين إن شاء الله لاستكمال المرحلة الصعبة جداً زي ما قال مستر مارسل كولر أنت في شهرين بتلعب عشرين مباراة أو بتلعب تلتين الدوري في شهرين فأعتقد أمر صعب جداً مبقاش عندك فصل زمني إن أنت تعمل تحضير زهني أو تعالج الأخطاء إلا في الظروف يعني بسيطة جداً وبالتالي جودة لعبة النادي الآلي خبرات لعبة النادي الآلي العقلية والشخصية اللي عند لعبة النادي الآلي هي اللي بتصنع كتير جداً من هذه الأمور طبعاً مع الشغل الفني المستر مارسل كولر والجهاز الفني للنادي الآلي كمان تأكيد اللي كلامك يا فاروق إمكان أنا شايف في الفترة الأخيرة كولر قدر في وقت قياسي يأمل توليفة جيدة في عدة مراكز بسبب غياب بعض اللاعبين لكن الشيء الرائع في المركز الزهر الأيمن لو هاني مش موجود وعمر كمال مش موجود فيه خالد عبد الفتاح لو الجبهة اليسرى كاملة دي بيس مش موجود أحمد نبيل كوكا ما بيلعبش مثلاً علي معلول المصاب فيه كريم فؤاد وسط اللي نلعب بقى يعني حدث ولا حرج السلية رجع ندفد ابتدى يرجع ديانجي ابتدى يدخل مع وجود إمام عشور ومروان عطية وأكرم توفيق أكيد كل دي مكاسب ما خليها الناس حتى واخدى بلها للأهلي وده أكيد حتى في اختيارات المنتخبات أفضل فرق أو أفضل لعيبة في مصر يعني أكيد النقطة دي انت شايفها جوة التدريب وانطريب من اللعيبة والجهاز الفني نقطة محورية وإيجابية عشان المطشط اللي جاية ضغط صعب جداً للفترة اللي جاية بالضبط يا محمد يعني انت أكيد عارف يعني ومتابع كتير جداً من الأمور وإحنا بتواجدنا متابعين هذه الأمور خلينا أقولك أن مستر مارسل كولر بيشتغل على بعض العوامل مع اللعبين أن أي لعب وقت محتاجه ولازم يكون على نفس المسافة البدنية وبأكد على هذا الأمر من اللحية البدنية أو من ناحية الفنية مبين ومبين اللعبين كلنا محمد دايماً بنسمع عن يوم المباراة أو الوقت سفرات النادي الأهلي بيبقى فيه ماران للمستبعدين للنادي الأهلي عشان برضو يا محمد اللي انت تتركت النقطة في غاية الأهمية ماران المستبعدين ده ما بيبقاش ماران يا جماعة يعني حاجة فاني أو حاجة لا ده بيبقى ماران بنفس الحدة التدريبية بنفس الحدة الفنية للعبين اللعيبي اللي ما بيتدربش أو بيبقى راجع مثلاً من الظروف إصابة بيبقى المجموعة خارج احتياج مستر كولر للرؤية الفنية بتكون خارج هذه المباراة أو أي مباراة بيبقى فيه تدريب بيكون موجود كارلوس برينجرز ده يعني واحد من مكتشئ من الجهاز الفني مكتشف ومطور الأداء بيخلص التديب وينضم للمعسكر أعتقد يا محمد كلها أمور مهمة جداً العوامل النفسية اللي مستر كولر بيشتغل فيها مع اللعبين إنك تحضر هؤلاء اللعبين وإنتك جاهز اللعبين الروتيشن اللي انت بتعمله بشكل مميز جداً أعتقد يعني النادي الآهلي بيجني ثماره ومهم جداً في شخصية لعبة النادي الآهلي اللي احنا بنشوفها اللعيب اللي بيلعب في أكثر من مركز أعتقد كلها أمور مهمة جداً محمد بتفرق جداً مع النادي الآهلي لمواجهة الداخلية والدخول في معسقر مغلق مساء اليوم فاصل ثم نواصل طيب نروح لملف تاني مهم جداً ويمكن النهاردة كده بعمل عدة اتصالات بشوف النهاردة كان في الشهر النهار تلاتة سبعة وآخر معاد لإرسال أسماء الأندية كان تلاتين ستة أنا بس باش رحكم الموضوع جيز ازاي والفكرة جات ازاي فآخر معاد لإرسال أسماء الأندية للمشاركة الإفريقية تلاتين ستة وملف الترخيص بعد المد من تلاتين ستة بقى خمسة سبعة فبالتالي أكيد إرسال الأسماء ممكن يمتد الخمسة سبعة بس قلت كده أسأل الناس مصادرنا يعني الحمد لله والحمد لله مصادرنا يعني مفيش كلمة بتتقل وبتقلش لازم يعني الحمد لله إيه لأ بتيجي في الجون فقلت أسأل هو إحنا موضوع أسماء الأندية المصرية اللي هتشارك في المسلم الإفريقي اللي جاي دور أبطال وكونفيدرالية وضعها إيه مد الأسماء أو مد تسجيل الأسماء هل ممكن الاتحاد الكرة يكون قدم طلب ليه التأخير شوية في الفترة اللي جاية وهل الاتحاد الإفريقي وافق ولا رفض ماخدوا بالكو في عز الأزمة اللي احنا فيها دي فيه كلام كتير والناس نسيت أهم ملف كان مطروح للنقاش من حوالي أسبوعين ثلاثة هو مصير الأندية المصرية اللي هتشارك المسلم اللي جاي في إفريقيا وضعها إيه فسألت فاكتشفت أن الاتحاد المصري بعد كده في سرية من غير ما يعني حتى للإعلام وهو دايما كده المعلومات عندنا للأسف ما بيبقاش فيه شفافية ومتاحة للتداول لازم أنت اللي تقعد تسأل وتروح وتيجي وفيه ناس تقول لك معرفش وفيه ناس تقول لك آه ويديك معلومة غلط فلازم تسأل وراء المعلومة اللي جاي لك عشان تتأكد منها ومش أي حد يقول لك معلومة تطلع تقولها على الهواء لازم تراجع المعلومة مرة واثنين وثلاثة فتقال لي بقى إيه وتأكدت من الكلام ده إن الاتحاد بعت للاتحاد الإفريقي قال له مدلي المهلة لتسجيل أسماء الأندية لستة شر سبعة فعدت أدور كده إيش معنا ستة شر سبعة لقيت إن آخر مباريات مؤجلة في الدور الأول هتخلص ستة شر سبعة حتى لو الأندية معروفة وتم الاتفاق على أسماءها وكل حاجة تمام بس اللي حاب تقول لك إيه يتم اعتماد نتائج الدور الأول فبالتالي الدور الأول لسه مبارياته على الورق ما خلصتش هتخلص إمتى؟ ستة شر سبعة مين هيلعب مين؟ عشان بس تعرفوا إن نتائج المباريات المؤجلة مش الأهلي بس لا ده كمان البلدية والزمالك فستة شر سبعة البلدية والزمالك وكمان عندنا مطش الأهلي ومودرن سبورت الاسم الجديد بدلا من فيوتشا طيب رحت سألت تاني طب ستة شر سبعة هل الاتحاد الأفريقي وافق ولا ما وافقش؟ الاتحاد الأفريقي رفض قال لاتحاد الكرة مش هينفع ستة شر سبعة ده شكرا ليه؟ طب ما تزوق الدنيا شوية قال له ده نعمل القرعة لأسبوع اللي جاي النهاردة إيه؟ النهاردة إيه؟ النهاردة الأربعة تلاتة سبعة خلال الأسبوع كده هتلاقي القرعة بتتعامل قرعة إيه بقى؟ قرعة الأدوار التمهيدية لدور الأبطال والكونفيدرالية اللي أنا أعرف من خلالها الأهلي هيواجه الفائز من مين ومين في الدور التمهيد الأول الأهلي أنا أتكلم على الأهلي أنه نادي الوحيد اللي رخصته تم اعتمادها والنادي الوحيد اللي تأكد مشاركته لأنه حامل لقب دور الأبطال الأمر إيه؟ محسوم وخلصان من بدري ده نادي الأهلي يا عم فالخصة خلصان الحمد لله من بدري تبقى للوايح والقوانين فالأهلي خلال أسبوع هيعرف هيلاعب مين في الدور التمهيد الثاني لأن فيه دور تمهيد أول هيتحدد فريق من إثيوبيا مع الصومال فريق مش عارف منين مع فين المهم في النهاية هننتظر ونشوف القرعة الأسبوع اللي جاي وأنا مش هقول لكم المعد دلوقتي هخليه الأسبوع اللي جاي هقول لكم اليوم والتاريخ والساعة وكل حاجة أول ما يبقى فيه معلومة مؤكدة ورسمية ولكن لما سألت عرفت إن الكاف رفض لأن فيه قرعة هتتعمل الإسبوع اللي جاي فإزاي هعمل قرعة ويديك مساحة لـ 17-7 أنا عايز أعرف أسماء الأندية عشان أعمل تصنيف عشان أعرف مين هيلعب تمهيد أول مين هيتم إعفاء ويلعب دور تمهيد تاني فيه رولز كده وخطوات معينة دي واحد اتنين هل ملف الرخص ممكن يؤثر على أسماء الأندية اللي هتتبعت من الاتحاد المصري آه عشان جده الاتحاد المصري كان عايز يمد عشان يضرب عصفورين بحقر واحد يخلص من ملف الرخص وخلاص يعرف الأسماء الأندية بشكل رسمي وفي نفس الوقت يكون نتائج الدور الأول خلصت على الورق فيبعت وخلاص كده ايه اعتمد الليحة واعتمد القرار والتحاد الإفريقي اعتمد كل حاجة ولكن طبعا هو وصدن بحاجتين أولا الدور الأول على الورق هيخلص لسا 16-7 والقرعة هتتعمل قبل ده بحوالي أسبوع الحاجة التانية إن ملفات الرخص لسا فيها مشاكل آه لسا فيها مشاكل ليه؟ ما هو أنت مثلا نفترض لو الزمالك ما تمش اعتمد رخصته يوم الجمعة هتضطر وقتها تعمل ايه؟ تبعت النادي الذي يليه فوقتها هيبع عندك مين؟ المصري مثلا وإمبي طب هل إمبي رخصته خلصت؟ معلوماتي؟ آه خلصت المصري خلصت خلصت ولسا ما خلصتش هي فزورة؟ مش فزورة بس هو على الورق تم اعتمد رخصة المصري ولكن وارفة 48 ساعة اللي جاية في جهة من الجهات اللي لها في القوس مستحقات لو ما سمعتش في الحساب ممكن تقدم شاكل فبالتالي لسا الأمر مش محسوم فأنت عندك في الكونفدرالية في مشكلة ممكن لا يبقى زمالك ولا مصري وممكن يبقى مصري وإمبي وممكن يبقى إمبي وفيوتشر أو مودرن سبورت ففيه كلام كتير ده اللي مخلي الاتحاد مش عارف يعمل ايه بس الاتحاد بقى أصبح مجبر دلوقتي يوم الجمعة هيتقفل سيستم الترخيص السبت والحد آخر معاد عشان يبعت الأسماء ووارد جدا الاتحاد لأول مرة من فترة طويلة وارد جدا لو ملافات الرخص ما خلصتش تلاقيه الاتحاد ما بيبعتش أسماء أندية في الخطاب الرسمي للكاف ممكن يحط له الأهلي ورقم اتنين دوري أبطال أو ممكن يحط بيرامدز لو ما عندوش مشكلة حسب اللي أنا بسمعه بقرامن شوية مش عارف الموقف ايه الاتحاد الكرة بيقولك فيه مشكلة الاتحاد رفيقي يرد قالك لا ما فيش مشكلة فعموما ده ملف ايه ما يخصناش يبعت الأهلي وبرامدز يبعت الأهلي ورقم اتنين أيا كان أو الأهلي وبيه أيا كان لكن في الكونفدرية يوم الجمعة بالليل أو السبت الصبح نعرف الموقف زي مالك ومصري ولا مصري وإمبي ولا إمبي ومدن سبورت يوم السبت والحد الاتحاد المصري لازم يبعت خطاب بالحاجات دي يا إما يبعت أرقام أو حروف مع اسم الأهلي اللي يلعب دوري الأبطال القصة دي كلها نهايتها السبت والحد اللي جاي ولكن تم رفض استثناء مصر من إرسال أسماء الأندية يوم 17-7 آخر معاد السبت والحد اللي جاي على أقصى تقدير لأن الأرعة الأسبوع اللي جاي وهنعرف مين منافس الأهلي في دوري الأبطال فاصل وبعد الفاصل آخر أخبار الترند ونبدأ نشوف اللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا وقت البرنامج بيجري بسرعة ولكن دلوقتي هنشوف مع بعض آخر أخبار الترند واللي اتكتب في ترند الأهلي في السوشيال ميديا البداية من سبورت 368 مصرية بيقولوا أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الدوري حتى الآن من الأكثر الأهلي 48 هدف يلي بيراميدز 45 البنك الأهلي مفاجأة 44 سيراميكا 42 المصر 37 زد 36 دي أكثر الفرق اللي أحرزت أهداف في الدوري كورة بلسي بتكلمه لأن عمر كمال عبدالواحد يقترب من قيمة الأهلي أمام الداخلية في دوري الناير عمر كمال بيتضرب بالزبط مع الأهلي بقاله تدربتين تلاتة ما فيش أي مشكلة خالص في مشاركة عمر ولكن كولر ما بياخدش قرار في مشاركة لاعب بشكل أساسي إلا لما يتمئلنا على حالته وده اللي قاله من شوية زي مننا فروس صلاح لما بنسأله على آخر أخبار الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق الوطن الرياضي الرياضي الأرض يتكلم أن كولر تلقى عرض سعودي براتب خيالي والمدرب يبلغ إدارة الأهلي بقراره المصادر اللي قالت للوطن سبورت أن كولر بلغ الأهلي بطلقي عرض من الدور السعودي براتب مدي ضخم وأن أحد أنديت الدور السعودي عرضت على كولر راتب يصل لعشر مليون دولار بجانب دفع الشرط الجزائي ولكن المصدر برضو لقل الوطن كولر بلغ مسؤول الأهلي بتفاصيل العرض وأنه رفض العرض وقرر الاستمرار خبر مش جديد بقرى يوميا كل يوم لازم أقرأ خبر زي ده من ساعة كولر ما خد دوري أبطال إفريقيا السنة اللي فاتت مش المسلم الأخير نروح نشوف إيه اللي تاني موجود معنا ملعب القاهرة 24 مستبعدا من التدريبات الجامعية محمود قهربا يؤدي مرانا منفردا قبل لقاء الدخلية هذا الأمر أكيد الجهاز الفني واخد فيه قرار بيدرسه بشكل إيجابي ما فيش أي تدخلات فيه نظام داخل النادي الآلي اللعيب اللي بيخطئ أكيد بيبعى فيه لايحة بتتطبع عليه وفي النهاية فيه رؤية فنية للمدير الفني حاجة مش جديدة عارفين الرولز والسيستم داخل النادي الآلي في مثل هذه المواقف وتمنى الفترة الجاية قهربا يرجع لكامل تركيزه داخل الملعب بالعفو عن قهربا قبل مباراة الدخلية ده مصدر في الأهلي لكورة بلاس وأنا بأكد لحضراتكم الأمر ده بيدرس داخل الجهاز الفني واللي شايفينه لمصلحة الفريق والقهربا هيتعمل الوطن الرياضي بيقوله محمد علي بن رمضان ومكوينة يحددان مصير نجم الآلي الموسم اللي جاي هما بيقولوا يعني وعلى وهوديت الزملاء في الوطن إن لو محمد علي بن رمضان أو مكوينة لعب سانداونز وجل الأهلي يبقى القندوسي المعارل سيراميكا اللعب الجزائري مش هيجي الأهلي أنا بقول لحضراتكم إن مكوينة أساسا مفيش تفاوض معامل النادي الأهلي وكل يوم بن في الموضوع ده وبقول لحضراتكم إن مكوينة حاليا موجود في اليونان بيشوف عرض وجن عرضه عنده عرض من الخليج وسانداونز لو سابه هيسيبه للاحتراف خارج إفريقيا محمد علي بن رمضان نفس الموضوع مفيش جديد ومحمد علي بن رمضان قصته مع الترجي هي المصعبة على انتقال لأي نادي عربي أو إفريقي في الفترة اللي جاية عموما دي أبرز التفاصيل المتعلقة بالإسمين اللي دايما بيتردد أسماءهم ممكن ينتقل الأهلي مستقبلا المصر اليوم المصر اليوم بيقولوا بالأسماء تلت مهاجمين من الدور المصري مرشحين للانتقال للأهلي من الأسماء اللي اتكلموا عليهم قالوا أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت أسامة فيصل وكمان أحمد شريف مهاجم فارقو عموما هنشوف التفاصيل دي الفترة اللي جاية هنلاقي أسماء كتيرة قوي بتتقال يعني الوطن الرياضي الأهلي يطلب مئة وتسعين مليونج لين الموافق على رحيل نجم الفريق بشوف الخبر والتفاصيل بيتكلموا على نجم الفريق هنا أليو ديانج طيب نروح للمشاركات وإحنا طرحنا سؤال وقلنا لحضراتكم توقعتكم لنتيجة مباراة الأهلي والدخلية ومين ممكن يسجل الأهداف هبا بتقول إن شاء الله فوز الأهلي 2-0 وإن شاء الله الدوري في الجزيرة بس ما قلتش مين هيسجل سامح بيقول أتوقع مباراة قوية من جانب الأهلي نظر للحالة المعنوية والفنية الجيدة لمعظم اللاعبين وأتوقع فوز الأهلي 3-1 ويسجل الأهداف وسام وإمام والشحاد وبالتوفير للأهلي إن شاء الله عبدالله بيقول إن شاء الله الأهلي هيعمل مباراة كبيرة جدا وهيكسب إن شاء الله 3-0 والأهداف حسين وإمام وأحمد عبدالقادر وإن شاء الله الدوري في الجزيرة السيد راتب بيقول مساء الخير تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج شكرا جزيلا لك بإذن الله فوز الأهلي 3-0 وسام أفشا إمام عشور عمر آخر تعليم معنا مساء الخير إن شاء الله ربعية جديدة الشحات وسام عشور عبدالقادر بالتوفيق إلى رب للنادي الأهلي الناس متفألة عندها ثقة إن الأهلي ممكن يعمل سكور ونتيجة كبيرة على فريق الداخلية ولكن في النهاية أنا اللي يهمني في المرحلة دي بغض النظر عن فوز بتلاتة أو أربعة أو حتى 2-0 ناخد الثلاث نقاط ونصير عشان نستعد للمطش اللي بعديه لنلسه المشوار طويل في الفترة اللي جاية في الختام حلقة نهاية الإسبوع نتمنى أن نكون وفقنا خلال هذا الإسبوع وبتقديم مادة ومحتوى في معلومات وأخبار وكواليس وبإذن الله نلتقى الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترين شكراً وإلى اللقاء